الناصرة إذ ينضم إلينا في بثحة مباشرة المحلل السياسي والناشط في القائمة العربية الموحدة فادي عجاوي مساء الخير نعم نبقى في الناصرة ينضم إلينا في بثحة مباشرة من هناك الناشط في القائمة العربية الموحدة المحلل السياسي فادي عجاوي مساء الخير لك فادي هل تسمعني نعم ينضم إلينا من الناصرة لنسمع موقفه حول ما يجري في الحملات الانتخابية وتحديدا من طرف القائمة العربية الموحدة الناشط المحلل السياسي والناشط في الطاقم الإعلامي للقائمة العربية الموحدة فادي عجاوة مساء الخير مساء النور إلى كل جميع المشاهدين قد ضيف الذي سبقك أريد أن أسألك قبل قليل تحدثنا إلى حسين العبرة وهو ناشط منذ عشرات السنوات في الحزب الشيوعي والجبهة وهو يشن هجوما كاسحا أيضا لديه انتقادات حول قيادات الجبهة رفض تسمية شخص بعينه الذي يقول بأنه يهمش النقب ولكن سؤالي لك تحديدا على هجومه الكاسح على الدكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة والذي يهاجم القائمة الموحدة بسبب قضية قانون المواطنة ويقول أعطوني بيتا ربطة بالقهرباء في النقب بسبب دخول القائمة الموحدة إلى الاتلاف الحكومي كيف ترد على ذلك؟ يعني أنا ما سمعته ولكن كان بهمني أسمع إشكاله بالظبط ولكن هو يستطيع أن يهاجم الجبهة والحزب الشيوعي كما يشاء يعني هذه قضيته ومشكلته ولكن أن يهاجم القائمة العربية الموحدة وهو ليس عوضهم فيها يعني برضو هناك نوع من الاستهجان من هذا الكلام إذا كان عنده خيبة أمل من حزبه ومن الجبهة ومن حزب الشيوع لسنوات طويلة وعدم جدوى يعني أداء هذه الأحزاب المتراهلة فهذه مشكلتهم وأنا أفهم يعني هذا اليأس والإحباط ولكن بالنسبة للقائمة العربية الموحدة يعني أستغرب أن تهاجم قائمة تحاول أخيرا أن تغير النهج القديم والذي دأبنا عليه للأسف لمدة 74 عام كنا نحاول دائما من خلال المعارضة ومجرد يعني شعارات وعنتريات فارغة لم تسمن ولم تغني من جوع ولكن عندما تأتي القائمة العربية الموحدة وتضع مشاكل المجتمع العربي بشكل واضح على الطاولة وبمنتهى المصداقية والشفافية فأنت لا يمكنك أن تهاجم هكذا بصورة يعني غوغائية وعشوائية فقط القائمة العربية الموحدة على فكرة حققت الكثير من الإنجازات نعم لا أريد أن أقول أنه حققنا كل ما كنا نصب إليه وبغيت أحلامنا ولكن على أقل تقدير القائمة الموحدة قدمتنا ولو حتى سنتيمتر واحد إلى الأمام في حين أن باقي الأحزاب ومنها الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى أخرتنا كثيرا دعني أقول لك هل يتوقع من القائمة العربية الموحدة أن تحل مشاكلنا من خلال وجودها في الإتلاف فقط لمدة عام واحد وأنت تعلم أن القائمة الموحدة تحمل على كاهلها ترسبات كثير من مشاكلنا 74 عام لم يكن لدينا تأثير حتى في الكلام لم يكن لدينا تأثير وبالتالي أنا أستهجن وأقول لك إذا كان لديه مشكلة فلديه مشكلة فقط مع الحزب الشيوع نعم ولكن فلدي من أجل الوضوح أن القائمة العربية الموحدة ليست قائمة جديدة ليست هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها الانتخابات هي كانت في القائمة المشترقة وقبل ذلك كانت في تحالف مع العربية الموحدة أنا أقول لك إشحادي لا أنا معاك أنا لا أعترض أنا قلت أن جميع الأحزاب العربية إذا لم أفهم جيدا أنا قلت جميع الأحزاب العربية سابقا لم تؤدي دورها عندما تأتي القائمة العربية الموحدة وتخرج من القائمة المشتركة وفقط بسبب تغيير استراتيجية معينة من أجل مصلحة مجتمعنا القائمة العربية الموحدة قررت أن تخوض تجربة التأثير بمعنى أنها لا تريد أن تبقى على ذكة الاحتياط مرة أخرى وأنا أقول بصراحة هل نريد أن نذهب إلى الكنيسة هذا الكنيسة الصهيوني فقط لنبقى تمثليات وعنتريات فارغة لا يا أستاذي نحن نريد هناك أن نغير جدول أعمالنا كمجتمع بمعنى جاءت القائمة العربية الموحدة وقالت أنا آتي اليوم أحاول أن أعيد مرة أخرى بلورت جدول الأعمال لمجتمعنا بمعنى أن نسلم الأفضليات نبدأ في القضايا اليومية والقضايا المدنية التي ربما بالإمكان حل الكثير منها وخصوصا أنها قضايا أصبحت ملحة هل تستطيع أن تقول أن نستطيع أن نتغاضى عن قضية الجريمة والعنف أصبحت القضية الأولى والأهم في مجتمعنا وبأقولها بمنتهى الوضوح أهم بكثير من القضايا القومية التي يتحدث عنها والتي لا يوجد لنا حقيقة أي تأثير فيها هل تقول للأحزاب العربية يوما ما استطعت أن تؤثر في القضايا الأساسية لمجتمعنا الفلسطيني والقضية الفلسطينية بحقيقة الأمر لم يكن هذا الأمر أبدا لا في الماضي وعلى ما يبدو أن يكون في المستقبل في قضية الماضي هناك من يقول يعيدنا إلى اتفاق أوسلو وإلى شبكة الأمان التي منحت إلى حكومة تسحاك رابين ولكن أريد أن أتقدم أريد أن أسألك حسين العبرة يقول إذا حصلت القائمة الموحدة على عشرين ألف صوت من النقب فهي في وضع جيد لأن الناس في المرة الأولى في المرة السابقة عفواً صوتوا لشخص المرحوم سعيد الخرومي والآن أيضا يغيب عن التحالف مع الموحدة مازن غنائم الذي جلب لهم عشرين ألف صوت على حد تعبيره نعم ماذا تقول عن ذلك؟ سأجيبك أول شيء الأخ حسين العبرة هو إنسان أنا أحترم وأقدره ولكن الأخ حسين عنده نوع من المرارة اتجاه الشيوعية والحزب الشيوعي إنهم لم يضعوا حقيقة في السنوات طويلة كان يتمنى أن يكون مرشح هناك وهذه حقيقة وتم إهماله وإذا كان الجبهة والحزب الشيوعي تهمل النقب على مدار سنوات وجيل بعد جيل وهو يعلم ذلك وهو اعترف بذلك على فكرة حسين العبرة قال هذا الكلام ولكن نحن في القائمة العربية الموحدة قيادات في الموحدة هم من النقب هذا أمر مهم جدا الله يرحمه الأخ سعيد الخرومي لم يكن مرشح والله جبناه مش عارف من وين يعني من المريخ وحطيناه مرشح في القائمة الموحدة أبدا هو ابن للحركة الإسلامية والقائمة الموحدة واليوم عنا الأخ وليد الهواشلي وعنا قيادات أخرى فقط أذكرك على مدار سنوات طويلة حتى في الجمعيات الحركة الإسلامية رئيس مثلا جمعية الإغاثة الأخ الدكتور علي الكتنان من أخ الدكتور علي كتناني من النقب أيضا الشيخ حماد أبود عابس رئيس الحركة الإسلامية الأسبق فقط قبل سنة كان رئيسها أيضا من النقب الأستاذ طلب أبو عرار كان أبو حذيفة كان عضو كنيسة أيضا من النقب إذن قضية النقب هي نحن لسنا زائرين يعني نمر مرور الكرام على النقب ونقول والله جئنا لنأخذ عشرين وثلاثين ألف نحن من النقب وأهلنا في النقب ودعني أقول لك أتحدى الأخ حسين وآخرين نحن سنحصل على عدد أكبر بكثير من هذا لأنه نعيش قضايا النقب أقول لك أنا فادي أعيش في الناصرة أعيش في الشمال مظبوط وأنا ابن الموحدة ودعني أقول لك أنا أعرف قضايا النقب ما بدي أكل زي حسين العبرة لا أدعي ذلك ولكن نحن كل أبناء الموحدة نتشرب ونشرب موضوع النقب بالضبط مثل ما أنا كاعب بحكي إسا أنا معاك أنا أعرف مثلا وبفارق كبير عن مثلا سيكرتير الجبهة والحزب الشيوعي السيد منصور دهامشي اللي هو كان صديقه يوم مال حسين العبرة الذي قال عن القرى غير معترفيها ولم يعرف أسماها وقال يعني هيك إشي خشمة وزنة صار يقول هو لا يعرف رخمة ولا يعرف عبدة ولا خشم زنة وتل عراد ولا الليكسوم ولا الرويس ولا يعرف الزرنوب ولا يعرفالمشاش ولا يعرف هذه المناطق هذا أنا ابن الموحدة ومن الشمال أعرف كل هذه المناطق وزرت هذه المناطق وأعي تماما إن قلبنا في النقب وقلب أهل النقب في الموحدة نعم اخترت في الموحدة شعار أكرب للتأثير كيف ترد على من قام بتغيير هذا الشعار ويقول بأن الموحدة أقرب إلى بلفور يعني القصد إلى الدخول إلى الحكومة معناتك Southeast. كيف تردون على ذلك؟ أقرب إلى إيش؟ إلى بيلفور. تشارع بيلفور. إلى بيلفور؟ أول شيء تكون أقرب لبيلفور. وكون لما صحة مجتمعنا مشرى أنه في مشكلة يعني. نحن هدفنا أن نكون أقرب لبلفور. عشان نكون أقرب للتأثير. عشان نكون أقرب لمجتمعنا. عشان نكون أقرب لاعتراف في قرى أخرى. عشان نكون أقرب في الحصول على ميزانيات لمجتمعنا. عشان يكون أقرب في الحصول على حقوق مجتمعنا عشان يكون أقرب للقضاء على الجريمة عشان يكون أقرب لمنع الهدم عشان يكون أقرب لمنع الوضع المأساوي الموجود في مجتمعنا أستاذ العزيز نحن أقرب للتأثير نعم نحن أقرب لبلفر إن شاء الله نكون أقرب لبلفر من أجل أن نحص الحقوق مجتمعنا وهنا دعني أقول جملة مهمة جدا شهادي كل من يدعي وأنا أسمع في الشارع كثير من الناس اللي غير محزبين بقول لك أعضاء الكنيسة العرب بروحوا عشان الكراسي مظبوط بنسمع هذا الكلام أنا أقول لك على أقل تقدير القائمة الموحدة على أقل تقدير أثبتت أنه مش رايح عشان الكراسي ببساطة كان القائمة الموحدة تستطيع أن تبقى في المشتركة في المرة الماضية وكان بإمكانها الحصول على ثلاث مقاعد ونص يعني الدكتور منصور والأخ وليد طاها وكان رحمة الله عليه الأخ سعيد لخرومي والأخت إيمان كانوا ضامنين مقاعدهم في القائمة المشتركة في الفترة السابقة يعني كان بيقدر واحد يحافظ على الخمسين ألف زي ما بقوله بلغتنا العامية ويحافظ على المساعدين عنده ثلاث مساعدين وصيارة ويعيش زي ما بقوله حاط إجرع إجر وانتهى ولكن الحقيقة ما الذي جعل الدكتور منصور الموحدة تخرج من المشتركة وتذهب لوحدها في طريقها وكانت تخاطر ربما يعني كان في خطر أنها تسكت فليدعي أن القائمة الموحدة على أقل تقدير رايح عشان الكراسي هذا جواب واضح لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام نعم نحن تقريبا 27 يوما قبل الانتخابات ما هو موقفكم في الموحدة من قضية توقيع اتفاق على فائد الأصوات يعني أنا هنا لا أمثل الموحدة في هذا الأمر أنا سمعت الدكتور منصور قال أنه نحن نريد توقيع فائد أصوات بدون شروط ولكن هو يقصد طبعا أنه فائد أصوات يعني أيش يعني بدون شروط المقصد أنه في هناك قضايا اللي إحنا صرنا فاهمينها اللي هي مثلا القضايا الدينية لما أنا بكلك بدون شروط هذا لا يعني أنه بدون شروط يعني أنك تتعدى مثلا أو تجتاز الخطوط الحمراء للحركة الإسلامية وهي الخطوط الدينية يعني في شروط من طرفكم القائمة الموحدة لن تقبل نعم يعني في شروط من طرف الموحدة لا 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 هذه مش شروط ولكن هذه أمور بديهية إحنا مجتمع عربي محافظ إحنا مسلمين ومسيحيين مجتمع محافظ في نهاية المطاف والقضية ليست شروط نتوقع بشكل بديهي أنه نواب عرب يمثلون أحزاب عربية أنه يلتزموا بثقافة هذا المجتمع بحضارة هذا المجتمع وبديانة هذا المجتمع هذا أمر طبيعي إلى أين تميلون إلى توقيع اتفاق أصوات مع التجمع أم إلى الجبهة مع الجبهة وتحالف العربي للتغيير لا أعتقد التجمع للأماني أقول لك للأماني مرة أخرى أنا أقول رأيي مرة ثانية حتى ما بدي كمان أفوت حالي أنا مش الناطق بلسان الموحدة ولكن أقول رأيي وكشخص مقرب من الموحدة كثيرا أقول لك لا يبدو لي أن التجمع هي بديل أو أو إمكانية واردة لأنه نحن نعلم أن التجمع إمكانية عبوره ونسبة الحسم بديش أكلك شبه معدومة هي معدومة تماما تماما ونحن نرى أيضا في استطلاعات الرأي ولا أرى في أي سيناريو أن التجمع ممكن يعبر نسبة الحسم يعني أنك توقع فائد أصوات مع التجمع سيكون فقط للدعاية والإعلام ونحن في القائمة الموحدة نهجنا هو الشفافية والصدق والوضوح للأسف التجمع يعني مع كل احترامنا على فكرة عشان ما حدا يفهمني غلط نحن نتمنى لجميع الأحزاب العربية تعبر رسبة الحسم لأن هذا من مصلحة مجتمعنا حتى نقف صدا أمام إمكانيات حكومة يمين ولكن أقول لك بأمانة وبواقعية وبوضوح يبدو لي أن تجمع بعيد تماما عن عبور رسبة الحسم وأرى أنه من المستحيل يعبر ولكن إذا كان هناك إمكانية توقيع فائد أصوات مرة أخرى كما قلت فإن شاء الله ستتدارس القائمة العربية الموحدة هذا الأمر وسيكون يعرف مجتمعنا طبعا أنت تعرف آخر يوم لتوقيع فائد الأصوات هو 11 يوما من يوم الانتخابات اللي هو 21 عشرة يعني من هون إلى 21 عشرة يخلق الله ما لا نعلم صحيح شكرا جزيلا لك فادي عجاوي محلل سياسي كنت معنا في بثحة مباشر من الناصرة شكرا شكرا جزيلا